يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطيب يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخير فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيف وعلم مسائل ديننا والتسألي الشيخ يجيب والتسألي الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك أسألوا سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم في هذا الشهر الكريم على كل خير ويبارك لنا في أحوالنا كلها بمنه وكرمه إن أعمال الخير كثيرة ولله الحمد وإن من أجل ما يجتهد فيه العبد هو أن تكون عبادته على الوجه الصحيح وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع والدعوة إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم أنا ومن اتبعني فأتباعه عليه الصلاة والسلام هو دعاة إلى الله على بصيرة واليوم ولله الحمد يسرت وسائل وطرق طلب العلم فهي كلها من طرق طلب العلم بحسب ما يتيسر للعبد ومن ذلك هذه الوسائل التي يمكن للرجل والمرأة أن يطلب العلم في أي مكان عبر وسائل الاتصال قد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وذهب جمهور العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات أو هو أفضل العبادات من جهة ما ورد فيه من الأدلة فثبتت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل في هذا كل من تيسر له طلب العلم بأي طريق وبأي وسيرة كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة خرجه مسلم وهذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي طريق الحسي كونه يسير ويقصد حلق العلم ومجالس العلم وطريق المعنوي هو اجتهاده وبذله الجهد في طلب العلم وأيضا الحرص على كل ما يوسر له ذلك وهنا مسألة هل يدخلوا في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم ملائك وذكرهم الله في من عنده وكذلك في رفض آخر مجتمع قوم يتنون كتاب الله جاء هذان اللفظان عند مسلم اللفظ الأول بقيد المسجد واللفظ الثاني مطلق وأكثر الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصنعين وغيرها جاءت مطلقة في فضل حلق العلم بدون قيد المسجد لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه هو أنه يطلبون العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم في المسجد وربما أيضا كان هذا في سائر المجالس حينما يدعوه بعض أصحابه أو يكونوا في سفر كل هذا من مجالس العلم وجالس الذكر فهل يدخلوا في هذا الفضل الوارد في هذا الخبر من كان يستمع العلم من المحاضرات والدروس عبر وسائل الاتصال في الجوالات وكذلك عبر التلفاز والمذياع أو يكونوا خاصا بالحلق التي تكون في المساجد وغير المساجد كما تقدم الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظين بلفظ قيد المسجد واللفظ الثاني مطلق بدون لفظ قيد المسجد واللفظ الأول جاء على الأكثر وسبق أن كثير من الأخبار إن لم يكن أكثر الأخبار جاء النبي عليه الصلاة والسلام في فضل حلاق العلم مطلقا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله ملائكة يطوفون يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى جلسوا معه وعند مسلم أو لفظ مسلم إن لله ملائكة فضلا إن لله ملائكة سيارة فضلا أو قال فضلا يعني زائدون عن الكتاب لن يكتبون على العبد عن يمينه وعش شماله ما يكون منه من حسنات ومن سيئات وأنهم إذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى يقولون أو يقول بعضهم أهلون هلموا إلى حاجتكم فيقعدون معهم وفي اللفظ الصحيح أنه حتى يبلغوا عنانا السماء وهذا جاء الخبر في لفظ مجالس الذكر عموما في الطرقات وليس يعني بل على هذا يكون الأمر قد تكون أخبارات في هذا الباب في مجلس الذكر في المساجد وكذلك في البيوت وفي الطرقات لو عرض لهم مجلس ذكر أو اجتمع قوم مثل ما يكون لكثير من أهل العلم من ذكر في ترجمته أنهم ربما التقى بعضهم ببعض فتذاكروا العلم ومن ذلك أن بعضهم كان يلتقي بأخي خارج المسجد فيصادفوا فيذاكره العلم فربما ذكره العلم وستمر على هذا إلى طلوع الفجر ولو كان القيد الوارد في هذا الخبر شرط فإنهم لا يفوتون مثل هذا خاصة أنهم ربما طال مجلسهم ومن ذلك القصة المذكورة المشورة عن محمد رحمه الله وقتيبه بن سعيد ورجل ثالث أبو بكر بن شيبة أو غيره أنهم تذاكروا ليلة من الليالي شيئا من العلم حتى طلع الفجر ثم قال بعضهم لبعض ما معناه نلتقي غدا أو نحو ذلك وهذا واقع في تراجم السلف رحمة الله عليهم فهذه المسألة كما تقدم يحصل الفضل فيها في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات في البر والبحر في أي مكان وتدخل ويدخل هذا أيضا في فضل طلب العلم وأيضا تدخل هذا في فضل حلاق العلم لكن المسألة السابقة وهي الجلوس أو سماع العلم إذا كان وحده يسمع درسا أو محاضرة عبر هذه الوسائل من ملاع أو غيره هل يدخل أو لا يدخل جاء ما يدل على هذا المعنى وهو أن مستمع العلم ذاكر لله عز وجل أن مستمع العلم ذاكر لله عز وجل وثبت في البخاري مع نبي هريرة في الحلق القدسي يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم فذكر حالتين إذا ذكره في نفسه وهذا يشمل ذكره لرب سبحانه وتعالى في المسجد خارج المسجد في الطريق لكنه يذكر رب سبحانه وتعالى والذكر هنا هنا يشمل الذكر بمعنى أنه يذكره سبحانه وتعالى يسبحه ويهلله بتقديسه وتكبيره وتحميده وكذلك ذكره سبحانه وتعالى بذكر أمره ونهيه فيتعلم ما أمر الله به سبحانه وتعالى فيعمل به ويتعلم أو يعلم ما نهى الله عنه فيجسن ما نهه الله عنه هذا أيضا من الذكر بل هو من أفضل مجالس الذكر وجاء في الصحيحين قال يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك سبحونك ويحمدونك ويذكرونك الحديث وهذا المعنى يدل على أن من جلس يذكر الله سبحانه وتعالى معنى أنه يستمع العلم أو يذكر الله سبحانه وتعالى معنى يسبحه ويهلله أنه داخل وإذا كان الذي سبح الله وحده ويذكره ويثني عليه داخل في هذا ويدعوه أيضا سبحانه وتعالى يعني دعا طلب ودعا مسألة فالذي يظهر أن الذي يسمع العلم هو أيضا مذاكرة تشبيح كما يروح عن معاذ أن مذاكرة العلم تشبيح لأنه يذكر ما أمر الله به بكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم يعني أنه يثني عليه وهذا قد يبين والله أعلم أن المراتب أنها مرتبتان مرتبة بمعنى يذاكر العلم غيره ويتكلم به ومرتبة بمعنى أنه يذاكر العلم بتأمله والنظر فيه وكلا المرتبتين من طلب العلم ومما يثني به الله سبحانه وتعالى ولهذا يظهر والله أعلم أن هذا الفضل وهذا من داخل فيما تقدم من الخبر وأنه داخل في الأخبار التي جاءت هلموا إلى حاجتكم بل إن من بركة هذه المجالس أن من جاء يعني إذا كان من جاء إلى هذه المجالس وليس له نية حضور حلاق العلم إنما جاء لحاجة جاء يبعث عن شخص مثلا ثم دخل معهم وجلس معهم لحاجة تشمله بركتهم وجاء في الحاجة الصحيحة إنهم قالوا يا لله عز وجل إن فلان جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فإذا كان هذا الذي جاء لحاجة شملته بركة العلم لمن شاركهم فالذي يذكر الله ابتداء وحده إما بالثناء عليه السبعه وتعالى أو بمدارسة العلم يظهروا الله منهم باب أولى أنه يدخلوا في هذه الأخبار وقد كان كثير من السنة الله عليهم يجتهدون بالعناية بهذا الباب وهو مذاكرة العلم بينه وبين نفسه وذلك أن الإنسان حينما يخلو بنفسه يخلو بنفسه وإذا كان عنده أصول عنده قواعد فإن الله يفتح عليه من العلوم والفهوم ما لا حسبان له به وهذا مذكور في تراجم السنة الله عليهم أن بعضهم كان يستلقي فيتذاكر العلم وسائل العلم فيفتح الله عليه فتوحات عظيمة يكاد يطير من الفرح وذكر عن نبي عبيد القاسم سلام رحمه الله أنه ربما من شدة أنسي وفرحه ربما قام من محل فراشه الذي استلقى فيه ويتذاكر العلم فربما تغليبه نفسه ويكون كالذي يرقص ضربا من شدة فرح غلبته نفسه على ما حصل من هذه الفتوحات التي فاتح الله عليه سبحانه وتعالى بها وهذا كما تقدم حينما يكون إنسان عنده تأصيل في هذا الباب فنوع من التأمل والتدبر والتفكر في أبواب العلم والنظر فيها فيفتح الله عليه ما لا يفتحه عليه في مكان آخر فيرجى لمن كان كذلك أن يحصل له ذلك لكن ينبغى أن يعلم أن الإنسان يجتهد في حضور حلق العلم وإذا كان الذي عاقه أمر لم يستطع أو شق عليه حضور حلق العلم فالأظهر والله أنه يبلغ بنيته مجالس العلم وإن لم يحضرها ما دامت له نية وهذا أصل متقرر عليه أدلة كثيرة في باب العمل فإذا كان في باب العمل ففي باب العلم أولى يعني في باب العمل حينما يتمنى منزله من منازل العمل التي هو لم تتيسر له أو شق عليه ذلك أو نحو ذلك فإن الله يبلغ بنيته كذلك الذي لديه حرص على العلم ويحضر حلق العلم لكن عاقه شيء فهو من باب أولى أنه يحصل له ذلك ونعلم أيضا أن بركة حضور مجالس العلم في المساجد ظاهر وأعظم بركة وأعظم ثمره وهذا يشهد بك كثير من إخواننا من طلاب العلم الذين يبلغهم من مجالس العلم ودورات التي في المساجد وقد يكونون بعيدين مثلا حدثنا بعض الإخوان من من يتابعون بعض الدورات التي تقام هنا في المملكة ولا يتيسرهم الحضور سواء هنا أو في غير لكن مما سمعت سمعت غيري من بعض الإخوان الذين يتابعون هذه الحلقة عن طريق شبكة الإنترنت يقولون لا شك أنه استفيد وبعض من جاء يعني حضر تابعها أياما ثم من الله عليه فأدرك بقية الدروس قبل نهايتها يقول فرق بين متابعة الدروس عن طريق الشبكة وبين الحضور وسماع ولا شك أن هذا لا أثره وأثره فيتعلق بكونه في المسجد وكون الاجتماع وكونه يقصد إلى المسجد ويسير إليه وهذه أمور ومعاني لها أثرها على النفس وكم من مسألة وهذه يجربها كل من يعاني البحث في المسائل مسائل يراجعها الإنسان مثلا قبل أن يقدم الدرس يراجعها مثلا في بيته يبحث وينظر وقد يظهر للشيء وقد لا يظهر للشيء ثم أثناء التقرير في الدرس يفتح على المتكلم في هذه المسألة من الفوائد ما لا يكن يتوقعه ويتخيله تنفتحه مباشرة هذا واقع كثير في المسائل وهو لأهل العلمة الله عليهم يذكرونه كثيرا رحمة الله عليهم فنسأل سبحانه وتعالى يمنى علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح من أيضا المسائل المهمة والتي ينبغي علينا أن نحرص على العمل بها وتحصيلها هو المحافظة على الأدعية التي وردت في مناسبات وفي أحوال وهي كثيرة والعلماء صنوا في هذا مصنفات عمل يوم والليلة كثير وكتب الأذكار كثيرة والمسلم عليه يجتهد المسلم والمسلم يجتهد أن يعتني بكتاب ويأخذ ويحفظ شيء ما تيسر من هذه الأذكار موظفة في اليوم والليلة ومن الأذكار الوالدة في هذا الباب أذكار المتعلقة بدخول البيت والخروج من البيت كذلك الدخول المسجد والخروج من المسجد فعلى المسلم يحرص خاصة هذه الأذكار وإذا اعتادها المسلم فإنه لا يكاد يفرط فيها إذا اعتادها وداوم عليها وهكذا في سائر الأعمال فإنه في الغالب مهما كان لا يكاد يترك هذا الذكر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أحاديث وجاءت أحاديث لا تصح مما ورد في دعاء المسجد حيث ما هو حديث أبي أسيد وأبي حميد أنه إذا دخل المسجد دخل أحد المسجد فليقول الله مفتح لي أبوه ورحمتك وإذا خرج فليقول الله مفتح لي أبوه ورحمتك هذا ما تصحي مسلم وهذا مشروع للرجال والنساء المرأة إذا صارت تصلي في المسجد سواء كسرات فروض أو مثلا في رمضان تراويح أو غير ذلك مما يعرض من الصلوات مثلا حينما تصلي في المسجد فيشرع مثل هذا الذكر وهذا هو الثابت في صحيح مسلم جاء عند أبي دول بإسناد حسن ذكر السلام على النبي عليه الصلاة فليسلم على النبي وليقول الله مفتح لي أبوه ورحمتك السلام مع الدعاء بالرحمة ورد دعاء ثالث عند أبي دول بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا يشرع أن يقال أيضا عند دخول المسجد ثلاثة أخبار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء دخول المسجد مع تقديم الرجل اليمنى ومعلوم الأدب في السير المسجد بالطمأنينة والسكينة حتى يأتي المسجد فيقدم رجل اليمنى ويقول هذه الأذكار كذلك عند الخروج تقدم اللهم افتح لي أبو بفضلك هذا في صحيح مسلم وورد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ذكر السلام على النبي وذكر السلام على النبي ورد في حديث أبي أسيد عند أبي داود وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الدخول وورد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه عن أبي هريرة في الخروج إذن عند في الخروج تقول افتح لي أبو فضلك وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ثالث أيضا مثل ما جاء في الدخول ثلاثة أذكار كذلك في الخروج عند خروج ذكر ثالث وكلها أدعي فيها غاية من المناسبة غاية ونهاية في مناسبة هذه الذكار والذكر الذي ورد الثالث عند الخروج هو قولك اللهم أجرني من الشيطان الرجيم أو عصمني من الشيطان الرجيم وهذا عند ابن ماجه وابن خزيما اللهم أجرني أو قال عصمني من الشيطان الرجيم ولهذا ذكر الدخول في سؤال الله الرحمة والخروج تسأل الله من فضله وحينما تدخل السلام على النبي في الدخول وخروج الدخول والخروج لأن السلام والصلاة عليه الصلاة والسلام سلام لكن هذا سيأتي إشاره إليه إن شاء الله إنما السلام أمر الله أمر به سبحانه وتعالى إن الله ملا يكتب يصل على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما هذا وردت للموابع لكن من الموابع التسليم عند الدخول وعند الخروج الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جمهور علماء على أنه يشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند دخول المسجد وهذا ورد في حديث فاطمة عند الترملي لكن إسناد فيه علتان انقطاع بين فاطمة سورة مرات هشام وفاطمة الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هو من طريق ليث بن أبي سليم وجمهر علماء قالوا به قالوا به وقالوا إن الصلاة والسلام عليه قرينان فإذا ذكر السلام فالصلاة معه مثل ذكر بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما دل على أنه مختص بالبسملة دون ذكر الرحمن الرحيم فقالوا إنه ما قرين ويها قال سبحانه إن الله ومولائك صلوا على النبي يا أيها اللي صلوا عليه وسلموا تسليما ولهذا في الصلاة كذلك فلما كانت الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام قرينين كان ذكر أحدهما دليل على ذكر الآخر لكن من جهة الخبر كما تقدم لم يثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن وإن كان الخبر ضعيف والله أعلم يعني به لكن هذا مثل ما تقدمه قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة وكذلك أيضا من ما يتعلق بالدخول والخروج الدخول والخروج إلى البيت الدخول والخروج إلى البيت فالدخول الخروجي شرع أيضا عنده الدعاء فالدخول حينما يدخل جثبت صحي مسلم حي جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله سبحانه وتعالى فقال الشيطان لا مبيت لكم فإن ذكر الله عن طعام قال لا مبيت لكنه ما لا شاء وقال عند عدم الذكر أدركه المبيت وعند عدم الذكر عن طعام أدركه المبيت والعشاء ورد في حديث هذا في صحي مسلم هذا ذكر الله ذكر مطلق ورد في حديث ضنضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل والده فليقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا أو قال الله من سألك خير موج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا وهذا فيه انقطاع لكن يظهر وقول الجمهور لا بأس به لأنه ذكر ورد في هذا الموطن وقد ثبت جنسه مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث منهم من جوده ومنهم من ضعفه لانقطاعه ومنهم من عله من جهة أنهما ذكر سماعا وأهل الشام ربما يتوسعون مسألة السماع فلهذا قالوا لا بد من ذكر السماع في هذا وقالوا إنه منقطع ورد عند الخروج حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج رجل قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقالوا كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان الآخر كيف لك من هدي وكفي ووقي حيث رواه ابو داود التلمذي وهذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح وكذلك روا الأربع من ريئة عامل الشعب عن أم سلام رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قالت ما خرج من بيتي وفي عند التلمذي من بيته إلا قال اللهم إني عدوك أنا أضل أو أزل أو أزل أو زل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فهذا من أذكار المشروع أو حديث وإن علّه بعضهم القطاع لكن جنس الذكر مشروع وهذا عند أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من خارج يخرج إلا بابه رايتان راية بيد ملك راية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع لبيته وإن خرج لما يصخط الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع لبيته وإن خرج لما يصخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ومن ذلك أن يخرج ذاكرا لله سبحانه وتعالى وتقدم الذكر في حديث أنس وحديث مسلم الشاهد في الباب في المعنى والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطيب يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيف وعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخة يجيب ولتسألي الشيخة يجيب